السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بنتكلم مع خطأ أو مشكلة ممكن يقع فيها كتير من حبيبنا المزارعين ولدائما بنتكلم يا جماعة بنقول التأسيس أهم حاجة لما تيجي تزرع لازم تزرع صح لما تيجي تعمل شبكة طنقيت لازم تعملها صح النهاردة احنا في مزرعة فيها خطأ يعني متكرر في مزارع كتير جدا احنا مش هتكلم على أخطاء الموجودة لكنه خطأ واحد احنا هنتكلم عنه وهو المزرعة يعني معمولة بخرطون طنقيت واحد زي ما شوفنا كده قادي الشجرة هيت قادي الخرطوم هو بنسأل طب الخرطوم ده من امتلك من ساعة ما الأرض ما تزرعت وها ماشي بخرطوم واحد طيب ايه النتيجة لو ركزنا هنشوف الشجرة ماشية في جمب واحد شايفين المجموع الخضري بتاع الشجرة ماشي في الجمب دليل إن الجدر بيمشي مع المياه وبالتالي بيمشي معه المجموع الخضري طيب هنا كده شايفين مفيش مياه فبالتالي الشجرة جات اشتغلت على جمب واحد لو بصينا لكل الشجر نفس الحكاية نجي لشجرة تانية برضو اهو شايفين الشجرة ماشية ازاي فين الخرطوم التاني خرطوم هنا مفيش خرطوم يبقى هنا فيه الخرطوم والمية هي فين بقى لو بصينا شايفين الشجرة ماشاء الله الجنب حلو خالص ومكسي لكن الجنب التاني عشان مفيش مية فزي ما انت شايف كده ضعيف حتى محترقة هو من املاح برضو عشان هنا فيه املاح وبرضو الخرطومين بيكون من اهم فوائد الخرطومين ان حضرتك بتطرد الاملاح في الباكية بتطرد الاملاح بره المجموع الجزري الخرطومين بيغطوا على بعض وبطردوا الاملاح بره فهنا الخرطوم ده طرد الاملاح الناحية التانية دي كده وراح طرد الاملاح هنا على جدر الشجرة فالشجرة يعني زادها من البلطين فهي مفيش مية الناحية دي وطردت عليها الاملاح فزي ما حضراتكم شايفين ادي النتيجة فجماعة لما تيجي تزرع ياريت ياريت حضرتك تزرع صح تبني مزرعتك صح ما تسمعش لاي حد لازم تحط خرطمين ما تبصش للنهاردة بص البكرة وده نتيجة خطأ بقالوا سنتين او ثلاث سنين زي ما حضراتكم شايفين وشكرا ليكم والسلام عليكم